ليه أعمالنا الصالحة غير كافية لخلاصنا نفس الكلام اللي ذكرته ألا يستطيع القادر على كل شيء أن يقول كلمة كن فيكون مثلا وخلاص تغفر جميع خطيانة ونرتاح منها لا يستطيع أقولها بكل احترام لا يستطيع يعني ملك عادل وجاله واحد مجرم هل من العدل أنه يعفو عن القاتل المجرم الإرهابي الروع الآمنين عنده سلطان آه بس هل يستعمل هذا السلطان بهذه الطريقة وإذا الإنسان فعل هل الله كلي العدل والبر يفعل ذلك في الحقيقة لا الله لا يمكن أن ينكر نفسه لا يقدر أن ينكر نفسه وفي حاجة اسمها الله لا يقدر آه الكتاب المؤدس قال إنه لا يقدر أن ينكر نفسه يعني ينكر نفسه يعني يقول حاجة ويجي تاني يوم يقول أنا ما قلتش أنا رجعت في كلامي لا الله ما يعملش كده إطلاقا فإذا قال إن النفس التي تغطئ هي تموت ما ينفعش يجي يقول كن فيكون ويسامح الإنسان يبقى ده مش إله وده مش عدل وده مش لا عند الله طريقة بالعدل لكي ينقذ المجرمين التائبين فكل اللي حيروحوا السماء عملوا خطايا أخطأوا أيه هو الله اصل على الصريب اللي الرب قال له الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي هو ده يعني كامل هو ده ملاك يعني ده قاتل ومجرم هو نفسه بيشهد عن نفسه بيقول نحن بعدل ننال استحقاق ما فعلنا لكن الرب عنده طريقة طبعا عن طريقة وهو الصليب مما كان عشانه ما عشان هؤلاء البشر اللي نادموا عن خطاياهم ورجعوا إلى الرب بالتوبة والإيمان الرب عمل لهم طريقة يخلصوا كون مسألة إن الرب يقول كلام الله لا يقول كلام يتعارض مع مشقته قدسته وكماله وبره لا ما يقولش كلام ده طيب نرجع لموضوع الأعمال الصالحة لأن هاي الكلمة يعني المتعارف عليها والمتكررة بالذات في مجتمعنا الشرقي وكل الناس تعمل جاهدة بكل الوسائل تحاول أن تصل إلى الله تحاول أن ترضي الله تحاول أن توف العدل الله وإحنا في البداية أنا ذكرت كلمة اللي هي توازن في توازن في صفات الله إذا ممكن توضح لنا هذه الفكرة يعني مسألة الأعمال الصالحة دي مسألة عايزة مراجعة في نظر مين أعمال صالحة؟ في نظرك أنت؟ سؤال حلو ولا في نظر الله هل ما يسميه البشر أعمال صالحة؟ كله صالح؟ ولا فيه كثير جدا من الحاجات التي لا يوافق الله عليه من الكبرية والكد والغش والخداع والسرقة وبعدد تقول أعمال صالحة مين أعمال صالحة؟ فين الأعمال الصالحة؟ ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ولا واحد ففكرة الأعمال الصالحة أنا بشبهها بتلميذ خايد بيكتب موضوع أنشب الإنجليزي ويقول لك يا سلام ده أنا جبت كلام ما يعرفش يقوله سيكسبير وهو جاهل ولا بيعرف أي حاجة فهو مقتنع أنه ده الإنجليزي يعني ما بتاعه يعني ما فيش آه فيش بعد كده وهو مش عارف يكتب أي حاجة في أي حاجة ده تجميل صغير أوي على أن أنا بقول دي أعمال صالحة في الحقيقة إذا ما عملش الله فيا الأعمال الصالحة ما تبقاش صالحة لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة يعني إذا الله هيعمل يستخدمني هتبقى أعمال صالحة بس هو مش هيستعملني إلا لما أجيله بالتوبة والإيمان ساعتها ربنا هيستخدمني وساعتها سأعمل الأعمال الصالحة لكن بص مثلا على الأعمال حاجة واحدة آية واحدة بس فيه جد فيه يعقوب أصاحر بعض من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له اللي يعرف مش اللي يقدر يعني اللي يعرف دي أوسع أوسع أوي إذا تعرف تعمل حسن وما عملتش دي خطية طب فيه أوروح فين أنا بأعمالي أقبل عند الله هو مين ده اللي تقبل بأعماله الفريس افتكر فقال للرب اللهم أنا أشكرك أنا لست مثل باقي الناس الظالمين الخاطفين الزنات ولا مثل هذا العشار نزل إلى بيته غير مبرر العشار اللي قال اللهم ارحمني أنا الخاطئ قرع على صدره نزل إلى بيته مبرر فهأنا أحاكمك ارمية ثلاثة لأنك تقولين لم أخطئ لأنك قلت أنا ما بعملش خطيئة الرب حيحكمك لكن إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إذن اشتركوا في القناة